بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنواصل الكلام في شعبة الحبليات الكردادة وبنتكلم النهاردة على شعيبة الفقريات طبعا بنتكلم على سمكة البلتي أو التلبينوليتيكا سمكة البلتي في البداية طبعا بيسموها سمك المشت أو الاسم الشائع لما يقرب 100 نوع من السمك سمك البلتي أنواع مختلفة أقولك أكثر من 100 نوع بطول عليه سمك البلتي أسماك البلتي طبعا أهمية كبيرة في مناطق متعددة من العالم خصوصا مناطق البدارية استمتاز هذه الأسماك بصفات تجعلها مناسبة لعملية التربية أو بيسموها في المزارع طبعا بيسموها الاستزراع السمكي أو الأكوى كالشر أو الزراعات المائية الفيش كالشر الزراعات المائية أو الاستزراع السمكي لما لها من صفات تجعلها جيدة في عملية تربية وتستخدمها في عملية الغزاء مثل قدرتها على مقاومة زيادة الكسافة يعني لو أنت عندك عدد كده في منطقة مساعة محددة فهي تتحمل أنها تفضل كتير وبالتالي يبقى المرضود بتاع المزارع بتاعك أكتر وقدرتها على البقاء في تركيز من خفضة للأكشوجين الذائب وبالتالي إذا كانت تقدر توعد في مساحة قديلة فكيمية الأكشوجين الأوليلة تقدر نهاية إيه؟ لو حتى تركيزها من خفضة تقدر تتحمل ولها قدرة على البقاء لفترة طويلة تنضج أسماك البلت جنسياً بعد عدة أشهر فقط من عملية التكاثر وتتكاثر طبعاً في أحواض التربية ولو أنت طبعاً بتستخدمها عشان تستخدمها في عملية الاستزراع في عندك معمل كده صغير بتعمل في عملية التربية اللي إيه الأسماك يحصل اخصاب يعني وتسمى الأسماك اللي طلع الصغيرة دي بسموها الفراي أو الزر يعني دي البزورة يعني أسماك البلت تستخدم فيه المكافحة البيولوجية إزاي تستخدمها في عملية البيو كنترول اللي بدأ مستخدمه بيدات يعني المكافحة البيولوجية لمشاكل النباتات المائية ليه لأنها تتغزع لنباتات دي السيطرة على بعض البعوض التي بتسبب إيه الميلاريا حيث أن سمك البلت يستهلك كمية كبيرة من يرقات البعوض وبالتالي ينخفض عدد إناس البعوض اللي طبعاً إيه الأنفلس اللي بتسبب مرض إيه الميلاريا وبتقلل عدد إناس البعوض اللي هي نقلات المرض البلغات زي إيه المشكلة اللي بتحصل في كينيا بالنسبة للشكل الخارجي لسمكة البلتي هنلاقي فتحة الفم طرفية هنلاقيها تحمل طبعاً مغزلية الشكل وهي مفلطحة أو مضغوطة جانبياً مدببة أو مغزلية الشكل طبعاً عسلين السهل إيه الحركة جسمها مغطة بحرشيف قلنا الحرشيف دائرية بتبقى مثبتها من أمام وحوسائبة من الخلف ابقى فيها خط زي ما انتشاف كده الخط ده اسمه اللاترال لاين أو الخط الجانيبي فيه كمان واحدان موجود تحت كده برضو الخط الجانيبي التاني فهم خطين عكس الدوكفيش كان فيه خط واحد ده الدرسلو ده الفنترل ده زعنفة زعنف طبعاً نوعين زعنف سينجل يعني فردية وزعنف زوجية زعنف الفردية زي زعنف الظهرية زي زعنف الزيلية وإحنا قلنا زعنف الزيلية زي ما انشاف كده قطعة واحدة وبلتالي دي بقى دي هومو سيركل وبالتالي السمك دي بطيقة حركتها فيه بعد كده السمكة التانية او زعنفة التانية اللي هي الفردية زعنفة البطنية بقى أنا عندي الوقتي عندي زعنفة حوضية زهرية زعنفة ذيلية زعنفة بطنية طيب زعنفتين التانيين زعنفة على الجانب ده والجانب الآخر وده برضو على الجانب ده والجانب الآخر ودي بقى دي زعنف زوجية يبقى عندي زعنف فردية وزعنف زوجية ده زعنفة الصدرية في منطقة الصد ودي زعنفة الحوضية في منطقة الحوض هنلاقي جسم الفائل الخياشين بتاعتها مغطاة بالغطاء الخياشين بسامول أوبركلوم هتلاقي فيه العين موجودة والعين زي ما إنت شايف كده لايه سلاهج وแفون زي ما إحنا اتفاننا الجسم زي ما قلنا هيا من ضغط من الجانبين ومكون من ثلاث مناطق أول حاجة منطقة الرأس ومنطقة الجزع ومنطقة الديل منطقة الرأس بتنتهي عند الغطاء الخيشي ومنطقة الجزع بتنتهي عند فتحة الـ E ناص وبعد فتحة الـ E ناص هتلاقي زي ما إحنا اتفقنا منطقة الديل بسمها post-in region منطقة ما بعد فتحة الشرق الرأس بيه فتحة الفم الطرفية بفكوك وفيها عدة الأسنان طبعا مجرى فيه أسنان مخروطية وصغيرة العينين بيلاجفون مغطاة بجلد رقيق شفاف فتحة تنأنف على كل جانب من الجنبية الجسم أنها سوى النسترل الخاشيم مغطاة بغطاء خيشومي واحد أوبركلوم يفتح في فتحة الخارجية فتحة هلالية الشكل الغطاء مدعم بأعظام طبعا رقيقة مغطاة بنا داخل بغشاء اسمه غشاء الخيشومي غطاء الغشاء الخيشومي ومدعم به أشعة عظمية بالشكل ده يبقى أنا عندي لو أنا جيت أبص ده نهاية الغطاء الخيشيم يبقى ده على طول منطقة الرأس الحد من بعد الغطاء الخيشيم إلى فتحة الغطاء الخيشيم هتلاقي ده نهاية الجزع بعد الخيشيم هتلاقي في منطقة الغطاء اللي يبقى رأس وجزع وذيل ودي فتحة الأنف للنسترل أو ساعد بسمعها الكسترنا نوز أو النسترل فتحة أنف الخارجية وطبعاً زي ما شفنا الخط الجانبي ظهر بالبطني والزعانف زي ما قلنا أشكالها المختلفة الجزع يبدأ منين؟ يبدأ من نهاية الحفة الخيشية زي ما قلنا إيه لغطاء الخيشيم إلى الفتحة الإخراجية اللي هي الإنس طبعاً ما عندوش كل واقع ليه لأن فتحة الإنس لحالها نهاية الجهاز الهضمي مفيش فيش طراك ما بين جهاز باولي وما بين جهاز الهضم وبتالي بدا إيه النس ياللي للفتحة الخارجية الإخراجية يعني فتحة باولية تنسلية الحالها برضه في الدكر محمولة على حلمة ابولية تنسلية وفي الأنس توجد أية فتحتان خلف الفتحة الأخراجية فتحة تنسلية تليلها الفتحة إيه الباولية يبقى أنا مثلا أن بوص كده فتحة إخراجية وبعدين دقيت فتحة hace lat angular لا تنسلية أعرف أن ترى ما فتحتين بس كده اعرف ان ده ايه ذكر ليه لان الفتحة البولية والتنسلية مشتركين مع بعض لكن في الانزة هتلاقي ايه هتلاقي 3 فتحات ينس وهتلاقي فتحة البولية وتلاقي الفتحة ايه التنسلية يبقى فيه 3 فتحات النحيل البطنية للانزة بيوجد على الجزع زوجينة من الزعنف زم قولنا صدرية وحوضية وفي زعنف فردية زام قولنا الزعنف الزهرية وزعنفها منطقة الجزع يعني بعد الجزء هتلاقي فيه منطقة الذيل وطبعا محاط بالذيل هي منطقة تقع خلف فتحة الإخراجية إذا ليحمل زعنف الذيلية في الخلف وزعنف البطنية من منطقة الأمام الجهة البطنية الزعنف الصدرية مروحية الشكل مدعمة طبعا بأشاعة زعنفية ملساء الزعنف الحوضية صغيرة مدعمة بشوكة قوية لأشاعة زعنفة برضو ملساء الزعنف الزهرية ممتدة بطول الجزء وجزء صغير من الزيل لدعمها من 15-18 شوكة من الأشواك الكبيرة وستلاقي فيها برضو من 11-15 شعاع زعنفي عظمي الشوكة تبقى قوية لكن الأشاعة تبقى لحد ما ضعيفة الزعنفة البطنية مدعمة بثلاثة أشواك ومدساء 11 شعاع زعنفي الزعنفة الزهلية مدعمة بأشاعة زعنفية ملساء فقط مفيش فيها أشواك يمتد على كل جانب من جانبين الجسم خطان جانبيان مش خط واحد زي الدوكفش لأي خطين في خط علوي وخط سفلي زهر وبطني ووظيف طبعا الخطين جانبين أو أي خط جانب سأقولنا عملية الإحساس حسية وممكن يساعد في عملية توازن السبكة الجسم طبعا بالكامل معادة طبعا الرأس والزعانف مغطى بالقشور والقشور هنا إيه دائرية بسموها سايكولويد سكيلز تبقى متثبتها من الأمام كده في الجلد وحرة سائبة من إيه الخلف القشور الدائرية قشور عظمية متاجعة طبعا زي بقولنا للخلف ده اختلف القشور العظمية على حسب إيه عن القشور الدراعية زي ما احنا قلناها البجر القشور الدائرية طبعا موجودة في الإيه الأسماك العظمية اللي هي بسموها الكوندريكسيز لكن احنا في الأسماك العظمية والأستيكسيز أسماك عظمية القشور العظمية مختلفة دائرية مختلفة عن الدراعية تتكون من العظم تتكون من غدريف بها تجويف شعائية على حفاتها الأمامية المنغرسة فيه الجل من حاس الشكل فيها عبارة عن صفائح وفلطاحة مستديرة عشان كيف سموها السمكة دائرية تتكون من طبقة الأدمة فقط تنمو في الجسم طولة الحياة السمكة وهذا يحدث بإضافة الطبقات العظمية اللي هي من العظم حواليه يعني دوائر كله مثل إدوائر كده تعرف أن العمر السمكة بتقدم فترة بعد إيه فترة بالنسبة طبعا دي مقطع رأس في الجلد عشان أوضح لك إن دي اللي هي الحراشة في الدرعية وده يوضح لك إن دي السيكولويد سكيلز طيب هنا إيه هتلاقي الانامل والدنتين هتلاقي في شوكة متجرة لخلف وطبعا تشمل إيه الأدمة والبشرة لكن دي تشمل الإيه الأدمة فقط وتبقى دي دائرية بالشكل اللي انت شايفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة